مرحبا كيف بكم سبايش واخباركم شاء الله تكونوا بخير اهلا وسهلا فيكم كل متابعة للجنادي اللي نضموا لقناتي جديد شوفوا لي هالمنظر ما احلى عم صور لكم الصبح بكير كان الجو بيجنن بيجنن يعني لو ما لي صايمة هيك تنزلت وتمشيت انا والولاد اه ادمون الجو كان هيك حلو عم تخطخ المطر وريحة الارض مين بيحب ريحة الارض بعد ما تنزل المطر كثير حلو والجو برا ابدا مبرد الصراحة بتذكر انا هاد الجو بيذكرني بايام سوريا وقت كنا نروحها المزرعة وكنا هيك نكون عم نتمشى ما نلاقي غير هيك فجأة تنزل المطر يعني من دون يعني ما تتوقع انه اليوم اصلا ننزل المطر عحسب ما يكون الجو كثير هيك دافي هيك كثير بحب يكون الجو دافي عم تنزل المطر كثير بحب هاي الاجواء هون صبايا عم صور لكم جبت بديل الكلوري اللي دائما بتسألوني عنه هلا شوفوا اه هاد هدون ثلاث علاب الزرقة هدون بديل الكلور ما بي اه ما بي اه شو بيقولوا ما بينزعل التياب اما هي لعلب الخضري اللي عم صور لكم ياها شوفوا شون نزعتلي كنستي اه شو صار كان زوجي بال بالماركت فاقلت له انه انا بدي بديل الكلور جبلي لانه معت عندي انا ما بحثين الا ما اجلي الكعسات والصحون بشي يا كلور يا شي انه يروح ريحت الزنخ تمام فلقيت هادا يعني مرسوم عليها ولاد هادا هدون العلب الزرقة مرسوم عليها ولاد هادا امن للولاد يعني حتى فا اه انه لكل شي للجلي ولل لالغسيل لكل شي اه اه هي الكل انا جبلي لانه معت عندي اه فلا بينما يجبلي كنت عم بستعمل الكلوريك حطيت كلور ومي يعني مع بعض كنت كتير يعني حريصة انه ما انزعت يعبي ومع هيك بيجامتي الجديدة انتزعت فكان بالماركت اه متصل فيني زوجي يعني بعتلي صورة انه هي انه هي الستان تبع الكلور وها المنظفات انه 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 اه ملقيته هادا اللي هلا هلا شايفين هدون هدون ثلاث علب ملقيته ملقيته يعني بالستاند قام بتقول له خلاص جبلي هي العلبة الخضرة شايفينها هي العلبة الخضرة جبلي اياها فوقت جعبها فورا عبيتها وما يعني قلت يمكن هاي متل هديك ايفا ما قريتها قام طلعت هي هي متل كلور ويعني مضاعفة اكتر اكتر يعني مبيد مكسف اكتر فهمتوا علي ايفا اجيت هادا صعي كلمتي فهمتوا علي والله اي ديك امرة ضحكتوني بالفيديو القديم انه عم قولوا فهمتوا علي وانتم وهذا شي ثلاث فاناتك كتابوا لي تحطي التصلي عليكم انه ايه فهمنا عليكي اعجز اياء الكلمة هيك يعني تطلع هيك عفوية يعني ما بعرف كيف يعني متعودة عليها المهم فاه هاي البديل للكلور هادى اللونو اخدر طلع انه هو هو كلور يعني ومكسف اه فنزعلي والله بجامتي هاي اللون بردو نزعلي نزعلي اياها من عند الكيم كتير زعلت علي لانو انا كتير بحبها البيجاما وبحب لونة فنزعدلي اياها كتير يعني صار لونة ابيض محل المائجة عليها هي البقاء فهونا تاني يوم متل ما عاكم شايفين هون جبلي طلع كلور وكذا جبلي اه من ميجروس هو ميجروس اللي بيبيع هذا البديل لكلور فولا جبلي بس والله نزعت بيجامتين كتير ادايقت عليهم فبس للصراحة هي العلب الخضر الغريفة بتعرفوا ما هو اليوم اللي بدي اخسل فيه جلايل البيضة اللي عندي يعني عن جد يعني على ادمال قوي انو تحطيه بالغسطالة اه مع الجلايل في ناس كمان هلا هتعلق على كلمة جلالة برداية يعني احيانا بقول برداية احنا بقول جلالة المهم فانو كتير زريف على فكرة بيقسط وقسط الابيض بيقسط بهذا العلب الخضر هاي انو اذا بتكون تجيبه مشان التياب البيضة هون في التع المطبخ وقلت اليوم بتبي ساوي ششبرك يعني على اصولة مو هي ششبرك تبع التنابلي اللي دا امن بقلكم عليها بس صراحة انا ولا مرة عملت بحياتي ششبرك بس اه هي قلت يعني هلا رمضان والوقت اه لحتى يقدن المغرب بوقت كتير طويل وانا كتير كتير يعني هيك عاني على بالي فقلت لقوم ساوية وتعلم فاول مرة بحياتي بعمل ششبرك الا هون بق فتحت كتير على اليوتيوب وسألت رفقاتي وماما وكذا وهي وانو كيف صير وكذا المهم هون شايفين هاي العجينة شو حطيتلها حطيتلها اه كعستين طحين وحطيتلها رشة ملح ورشة سكر وماء صرت ضفلة هيك شوي شوي ماء لانو قالوا لي على حسب كل يعني طحين احيانا طحين بدو كعست ماء احيانا طحين لا ما بدو بدو ربع كاسة فصرت كت شوي شوي وادعك بيدي لحتى صارت العجينة متل ما لكم شايفينها فولله طلعت زريفة يعني وتركتها لترتاح هيك شوي لانو مشان وقت مدة ما ترت ترجع يعني اه هي مشان وقت يعني تنمد معي ميح يعني كلمة ريحتوها كلمة احسن انو وقت مدوها ما بترتبتكش خائمتوا عليه فقامتوا عليا الكلمة بدقي ايما منقاموسين هااااا مهو فااااااااا هنا اه عندي هيدون الكزبرة اخلت لكم انو هنا بيتركية بقيصر يتحديدا انو ممك في كزبرة كتير من ممكن تلاقوا كزبرة وين ما رحت وين ما ادتوا كتير صتمة تلاقوا. فهاي الكزبرة جعوب يا زوجي من يومين فكانت لح تخرب فقالت انه هلأ يعني هيك الحسابي ششبرك وبنفس الوقت مشان ما تخرب الكذبرة فقطعتها متل ما لكم شايفين وغسلتها وقطعت البصل وفيه كمان يعني ششبرك بده توم كمان فتمان قطعت التوم بهاي البراع شي اللي عندي وحطيت كل شي على جانب مشان بس تطبيق يعني عرفته وبعدين هوني صرت قلي اللحمة حطيت اول شي بالمقلاق الزبدة وشوية زيت وقليت البصلة وبعدين حطيت لحمة هلأ شوفوا هي اللحمة اللي عندي كان عندي لحمة بالتلاجة هيك متلجة حطيتها وهي العلبة اللحمة اللي بجيبها من بيم ما بها شي يعني زريفة بحسة انه احسن من غيرها اي وحطيت هيك معلقتين منها وبعدين الباقي بدي فرزون فجبت كيس نايلون وحطيت اللحمات بقلبها وصرت هيك يعني رؤون وبعدين بالسكين متل ما لكم شايفين هيك بعملها لاربع اقصى مش عم وقت بيطلع بالتلاجة هيك بس بقسمها وبطلع مربع يعني اذا بيطبقتها بخارفته شوفوا صبايا جبت هاي من عند الميغروس هاي هاي شو بيقولولها مثل انه بتسكر الكياس النايلون على اساس عمي عليها عرض الله وكيلكم جبتها على اساس يعني والله غالي حق خمسة وثلاثين يا صبايا ابدا لا بتسكر ولا شي يعني بتتعلي القلب عادة تسكة جربت كياس الشي بس جربت كتير قصص يعني فيها وما زبطيت شو بتكون 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 تضلوا حاطين ايدكم على على القسم هيك تضلوا حاطين ايدكم شي ضيقتين لحتى يتسكر معكم واخر شي بتلاقي احيانا بتسكر احيانا لا المهم كتير شغلة بتعلي القلب انا احنا من زمان وقت كنا بسوريا كانت ماما وقت هي احيانا يكون موسم البازاليا والفول يعدوا يمونوا يعني فكان عنا بتذكر كان عنا هي قالة تسكري فيها الكياس وتشفط الهواء وبتلزق الكياس عرفتوها هيكة طويلة مستطيلة بتجي كانت كتير زريفة انا قعد اشتغل فيها كتير كنت هيكة مبسيط وقت ماما تعطيني تقلي يلا سكري الكياس فقالت يلا هي يمكن متلى تقريبان بس انو على اصغر وطلعت كتير سيئة يعني بدها كب للصراحة على البطارية بتشتغل بس اللي كانت عنا بسوريا كانت تشتغل على الكهرباء المهم فطلعت سيئة فهيكة حبيت تصور لكم انو اصحكم تجيبوه منها اي وهون متل ما لكم شايفين بعد ما استوى اللحمة والبصلة قطيت له الكزبرة حطيت مص الكزبرات اللي غسلتون يعني مشان الكزبرة البقين اخر شي حطيتو مكزبرة عرفتو اي وهون متل ما لكم شايفين العجينة بعد ما ارتحت اه اه مديتها على المجلة كلاياتها وصرت بالكاسة هيك قطعون اه يعني دوائر دوائر شوفوا يعني انا هون كنت كتير بطي انا مسرعت لكم الفيديو اه يعني انا اول مرة بساوي يعني كنت من زمان مع ماما كانت هيك يقعد ساعدة تقلي هيك لفية وحشية وكزا يعني ساوي تنتين تلاتة مو اكتر من هيك اما ولا مرة انه عملت هي الطبخة هيكة كاملة انه انا لحالي فهيكا حسيت بانجاج كتير عظيم افتخبت بحالي كتير بعد هالاكل اللي ساويتها على الصراحة طلعت كتير كتير طيبة بس يعني بده اشغل المهم صبايا هون انا عم بشتغل تعرفوا شو بعمل بحط اللابتوب على هي على شي هيكة على شي دكتور عم يحكي على الاطفال عن التربية او او يعني شي شي استفيد منه انه انا عم بشتغل ماضيع وقتي وهيكة احيانا يعني بحس بملال از قاعدة عم بشتغل من دون ما اعمل شي فأولادي جوه هيك بحطط لهم شي يلتهوا فيه وانا بحط شي على اللابتوب وبعد هيك بسمع لشي شغلة مفيدة فهيك بضيع الوقت يعني انه انا عم بسمع شي شي مفيد هون مكن ما لكم شايفين الجبتة علبة لانه كانت هون شي ساعة انتين فلسه في وقت للادان فرحت جبت علبة وحطيت ورق زبدة بالعلبة وصرت حط العجينة هاي الشي شبرك بعد ما حشيتها انه حط صف ورد حط ورق زبدة قصة بالمقص حط ورق زبدة فوق ورد حط صف تاني من الشي شبرك هي عجينة الشي شبرك وشان ما تلزق ببعضها وقلت قبل ما يقدم بشوي بساعة يعني بقوم بقيمهم بطلعهم من البراد حطيتم كل ما يعطون بالعلبة وحطيتم بالبراد لوقت الادان بساعة يعني وهون جبت علبة لجهز اللبن كمال قبل ما هي الرز صبايا الرز انا بدي اعمل رز جنب الشي شبرك في عالم ما بيعمده رز ابيض وفي عالم بيعمده فانا قلت لح اعمل يعني هيك طيبة يعني زريفة جنبه فهي حطيت هيك زبدة ونص رز من هذا الرز الطويل واللبنات هدلوني حطيتم لهم هذا السطل اللبن هذا كيلو ونص فحطيتم بالخلاط وحطيتم له ثلاث معالي نشا ما بحط له بيضاء انا والله ما احلاهم يعني انا دائما بطبخ هيك اللبن ولا مرة فارط معي هيك متل ما لكم شايفين هذا السطل كيلو ونص بده ثلاث معالي نشا وبخلطهم بالخلاط وبحطوهم كمان بزدهم مي يعني ايه وبالطنجرة بعدين هون اه هي الطنجرة هديك حطيتم له زبدة ومي ومكعب ماجي مشان الرز يعني وبس غلو اه حطيت الرزات الرزات انا ما بنعقون بحطهم يعني بس بخسلهم غسيل لانه هذا الرز طويل ما يعني انا ما بنعقون فهي بس بخسلهم غسيل وهذا بس غلو الميات حطيتم غطيت الرزات فوق المي واستنيتوا اللي يغلو شوي وينشفوا الميات شوي انا وصلت تحتهم على الاخر اللي يستوه على مهلهم وبهذا الوقت صورت تحرك اللبنات لحتى يغلو انا بضل بحرك شايفين هاي تبعي اللي بنساوي فيها الكريمة هي الخفاء اليدوية بضل بحرك فيها لحتى يغلو ابدا ما بشيل ايدي من شان ما يفرد وما احلاهن عن جد بس غلو خلاص عن جد ولا مرة كثير بقراء بفتح على الفيسبوك بنات انه جايبين لبن من بيم مية واحد ومدروا شو انه فرط معون انا بجيب احيانا هذا لبن من شوك احيانا بجيب من بيم احيانا بجيب من مية واحد ولا مرة فرط معي دائما بعمل بهاي الطريقة ما بحط له لا بيضا ولا شيء اه هون بعد ما غلو معي اللبن عطيت اللي هي سقطت هدون الشيش برك سقطتهم كل ياتهم وحركتهم وبعدين هيك حطيتهم على الراس اللي صغير هيك نوسط تحتهم لحتى يغلو مع بعض بهذا الوقت جبت مقلاي وحطيت زيت وزبدة وقليت التومات وبعدين حطيت اخر شيء حطيت الكزبرة قليته وحطيت هذا الكزبرة والتومة على وش الشيش برك وبعدين هون كان لحي يقدن سكبتهم بالزبدية حطيت على وشهم سنوبر يعني قليته هيك بالزبدة كمان هيك يعطى منظر كتير حلو وهدون الرزات حطيتهم بالزبدية هيك وقلبتهم مشان هيك يعطي شكل حلو كمان اي وهاد هو هي الفطور تبعنا على فكرة انا بس هاد ما عملت شي تاني لا اه براك ولا اه ولا شي جنب هي الاكلة خلاص هي الاكلة وبس هيك هيك فطوري انا انا مبنو معنا الصراحة اول شغلة انه احسن راحة للي اه يعني ما هيك بوتر حالي وبشتغل كتير بالمطبخ وتاني شغلة ما بزيد ما بزيد اكل للصراحة انا بحب بحس هيك انه خلاص هي اكلة الشيش براك اكلنا منها لحتى يعني خلاص اه يعني شبعنا اكل الشيش براك اما وقت تكوني هيك عطى مية اكلة ومية صنوف بتحس حسي حالك انه ما يعني اه ما شبعتي من الشيش براك وطق بطنيك ولسه بدك تاكل صحن شيش براك مشان هيك يعني تشبعي منها بس ما حسناني لانه في هيك انواع كتير براك وشوربة وصلطة اه عرفته فانا هيك مرتاحة من الشغل وهيك ما بزيد اكل وبس اخلاص اكل ما بلاقي فيه تناجر كتير وهي ومقالي وصحون وكذا انه اجليون خلاص يعني هي كل ما اكلها بتاخد معي قصة عجلي وخلاص هي هي فانا هيك كتير مرتاحة تزوجي يعني متعود على هي القصة انه ما في تنويع اكل اوني صبايا عم عجيكم هاي المكانة هي الخلاط الصغير زوجي جاب لي اياه يعني متل هيك صلحة شبتوا الفيديو القديم اللي ارجعتكم يا انه اتخانات انا وي اياه اول يوم رمضان مشان الفطول وكذا وانا زعلت كتير ودائقت وايكي فهيك جاب لي يا انه متل اه متل شو بقولوا هيكي عمي صالحي يعني فكثير عجبتني الهدية لانه انا من الزمان عجبت له انه انا بدي منها هاي مشان اخلط فيها الجوز والبصل واخلط فيها البسكوت اذا بدي عملت شيس كيك او هيك انه يعني لازمتني وحاططة هيك بالليستة فهي جعيبا من الايوز بير كان هنيكا وعم يجيب غرات فشافة وهذا وانه عجبت له انه بديها فجابة وقال لي هي يعني لانه الهدية الصلحة عرفته فكثير عجبتني اه وقلت له يا ريت جبتها قبل لانه هيك فرمت البصل والكزبرة ممكن افرمها فيها ما بعرف انا للصراحة ما جربت اني افرم كزبرة وبقدونس لسه اه بس هيك قالولي انتو هاي ماركة ارزون من نفس ماركة ماكينة القهوة تبعي ونفس ماركة الشواية اللي عندي وهي يمكن ستمائة واط وفيها ثلاث سنين كفالة ان شاء الله تطلع زريفة وهون طبعا بعد ما جلت وخلصت ونيمت الولاد ضبيت كل شي وصليت الترويح وكل شي معات عندي شي طبعا فنجان القهوة لا يعني ما فينا ما فينا بلا ما بصدق لحتى اخرص كل شي وقعد اشغل فنجان قهوة على رواء وتفرج هيك على مسلسل خبروني انتو شو المسلسلات عم تفرجوا عليها انا عم تفرج على عشرين عشرين وللموت حسيتم ما بهون شي يعني زراف وبس هذا هو الفيديو لليوم اتمنى اعجبكم اذا احبيتم لا تنسوا تعملوا لي لاجعب اشتركوا بالقناة انا احبكم كثير سلام